بسم الله الرحمن الرحيم طبعا انا بأكد على كلامك وكلام أشرف وفي البداية بس ببارك لمنطقة بمصر الفوز وان شاء الله يكون دي بداية لنا ان احنا نرجع لمكانتنا تاني وبرضه قبل ما نتكلم بنقدم التعازي لأسرة نادي الزمالك في وفاة المغفور له بإذن الله الكابت النبي المصير ربنا ارحمه رحمه واسعة ويلهم اهله الصبر والسلوان الفوز اللي احنا حققناه دو في رأيي انا فوز معناوي لكن مش عايزين ندفن رأسنا في الرمل زي النعام ان احنا كسبناه وحنوصل ان شاء الله للنهايات افريقيا لكن لازم نعرف ان احنا اداءنا مش كويس اداءنا سواء من اول التصفيات يعني العبنة تنزانيا العبنة تشاد وبعدين نيجيريا هناك ونيجيريا هنا اه كنا كلنا نتمنى ان احنا نوصل للنهايات والحمد لله حنوصل بإذن الله لكن لازم نفكر جديا في المرحلة القادمة احنا عايزين ايه هل احنا عايزين تمثيل مشرف ولا عايزين تمثيل قوي ولا بنلعب على هدف البطولة ان احنا نحرزها التلات حاجات دول لهم مقتضيات وليهم متغيرات كتيرة جدا بمعنى ان انا لو بلعب على البطولة يبقى لازم اداء يتحسن لان يعني فرقة نيجيريا انا انا ممكن لعبتي قصاد نيجيريا مسلا كتير جدا مش متذكر عدد المباريات لكن انا شايف ان نيجيريا في المباراتين دول اقل مش اقل كمان يعني من اسوأ الفترات اللي بتمر بيها نيجيريا في تاريخها بالنسبة ليه الفريق الاول بتاعها فانا شايف ان احنا لازم نكون وقعيين ونفكر صح بقى احنا خلاص الحمد لله ربنا ارد لنا ان احنا نوصل عايزين نفكر بقى في اللي جاي انا هلعب على البطولة ولا هروح تمسي المشارفة لو هلعب على البطولة يبقى لازم الفكر كله يتغير فكر اللعبة يتغير فكر الجهاز يتغير فكر جماهيرنا تتغير يعني زي ما اشرف قال عودة الجماهير دي في ايد الجماهير نفسها لكن احنا هنتكلم مش عايز اتكلم برنا في نواحي فنية لكن انا شايف ان احنا كانت فرصة لنا في المباراة دي بتاع البرج العرب اللي كسدنا فيها واحد صفر ان احنا نقدم اداء جيد جدا ونحرز اكتر من هدف عشان يكون مرضوده على الفرق اللي لما نوصل ان شاء الله النهائيات تأثر فيها كتير قوي لكن اداءنا غير مقنع انا في رأي اداءنا غير مقنع بالمرة يمكن من الفترات العصيبة اللي مرت علي في حياة الكروية اخر عشر دقايق او اخر ربع ساعة في المباراة انا بقيت قاعد متفرج على المباراة مش قادر اتكلم حسس ان في اي لحظة لقدر الله ممكن يجي فينا هدف يضيع طعم الفرحة اللي احنا فيها ويمكن بعد الحكم ما صفر كلنا تنفسنا الصعداء وقلنا الحمد لله فلازم نغير فكرنا في الفترة اللي جاية عشان نشوف احنا عايزين ايه ان شاء الله احنا ترير فترة اللي جاية